التوازن بين الطرفين معادلة الأزعار والأجور والذي ظل يشكل معضلة حقيقية وأزمة كبيرة تقع أعباؤها مباشرة على كهل المواطن الذي ضاق بحملها فجاءت المطالبات بضرورة إيجاد آلية للحلول المنهجية كما هو الحال في منتديات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال تجميع لرؤية علمية تمثل آراء العلماء والباحثين لإيجاد الترابط والعلاقة بين العديد من المؤشرات الاقتصادية من بينها معدل التضخم والأزعار والأجور وقيرها وهي جوانب بحسب مختصين تحتاج إلى رصد ودراسات تمكن من وضع الحلول بصورة جزرية اليوم نحن ندفع 25 مليون جناه يوميا دعم للجمح هذا لم يكن مخطط لف الميزانية أصلا نتج بعد ما حررنا الجمح والسعر طلع شوية دفعنا بمئة جنيه دخلنا عشان ندعم الجوال الحكاية طلع زيادة 250 والآن بندفع 250 يوميا فدي جوانب أنا أفتكر أنه أفضنا لها دراسات محددة جدا تكون مصوبة ومفصلة تحديدا لهذا الجانب ده ممكن يوري الناس الخلل ومؤثرات القتلة النقدية ورقة الأزعار والأجور التي تناولت القضية من خلال معايير علمية أشارت إلى أن معدل التدخم كأحد المؤشرات الاقتصادية المهمة والمؤثرة بالنسبة لتوازن الأزعار والأجور ظاهرة مفتعلة وليست نتيجة لتفاعلات حقيقية بين العرض والطلب من خلال العلاقة بين المسبب والسبب التي أشارت إلى قطاعات النقل وزيادة الدولار الجمركي وقيرها من الأسباب الاقتصادية التدخم الحادث في السودان هو نتيجة مسببات محددة أولا الجانب بتاع النقل البري وهو يشكل نسبة كبيرة جدا في الأسعار ومن خلال نماذج حقيقية لقضية الأزعار والأجور من الواقع المعاش أشارت الدراسة ومن بعد الإختيار لعشرين صنفا مقارنة مع هذه المؤشرات في سنوات معينة إلى أن معدل زيادة الأزعار كان بنسبة تراوح بين 160% إلى 2000% بحسب المعايير المنهجية التي تم استخدامها في هذه الدراسة وبالتالي حاولنا نعكس المسألة من خلال نماذج حقيقية في الواقع واخترنا يعني عشرين صنف من السياع الاستهلاكية شفنا أسعاره في 2012 و2014 و2018 خلاصة الجانب ده نتجه في أن الأسعار بتاعت هذه السلع يعني هي من لحوم إلى ألبان إلى خلافه عشرين سلع موجودة في الدراسة بالتفاصيل لجينا زادت الأسعار بنسبة 160% كحت أدنى إلى 2000% وبعد هذه الحلول العلمية وفقا لشروط البحث العلمي ودوره في تعقب المسببات لعدد من القضايا الاقتصادية التي شكلت أزمة معاش الناس يبدو أن الحكومة في طريقها لتكريس مبدأ الحلول المنهجية البحثية للعديد من قضاياها أكثر مما كانت عليه في السابق رمضان عبدالقادر لقناة طيبة الخرطم